لأنها تأتي في ظروف استثنائية هذه السنة جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف ستكرم في طبعتها الخامسة في 22 أكتوبر المقبل أحسن عمل إعلامي تناول موضوع الحوار وأهميته اللجنة التي تم تصيب عضائها اليوم يترأسها مدير مدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام عبد السلام بن زاوي إن مهمة أعضاء اللجنة الحالية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنها مع مرور وطننا بظرف مفصلي يتمثل في ولوج عهد جديد الجائزة التي ستكون محلة منافسة لصحفي القطعين العام والخاص وفي جميع التخصصات من الإلكتروني ومصور مكتوب ستكون مكافأة لإسهاماتهم في التوعية بالحوار وفضائله إن نتائج هذه العملية المسنودة بكفاءة وخبرة اللجنة أي أعضاء اللجنة ستكون بمتابة محفز إضافي لمواصلة أداء رسالة الصحفية المحترف لا سيما ونحن مقبلون على موعد الاستحقاقات الرئاسية في الثاني عشر ديسمبر القادم جلسات حوار طويلة توجد بتعديل قانون الانتخابات واستحداث السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واكبتها الصحافة الوطنية بكل صغيرة وكبيرة في انتدار استكمال المصار بأعين السلطة الرابعة